السلام عليكم أسأل الله أن تكون في خير وسلامة أهلا بكم بفيديو جديد وأسئلة جديدة إن شاء الله شكرا لتعليقاتكم وأرائكم وجزاكم الله خيرا نص الله التوفيق لكل شخص بدأ النظري وأيضا لكل شخص بدأ العملي في بعض الأحباب طلبوا مني تكبير الكلمات ولكن للأسف ما فيني يعني كبر أكتر من هيك شايفين إذا بوصل إلى 150 درجة ما بيصير فهون 125 درجة لأنه إذا بلش شرح لأسيلة السورب تختفي فخلونا نبالش أو نبدأ أول سؤال طبعا قبل ما نبالش إذا أنت أول مرة تشاهدت الفيديو لا تنسونا مصالح دعاكم و لا تنسى الاشتراك والمشاركة و جزاكم الله خيرا Dans un tunnel et en cas d'incendie je peux utiliser une niche de sécurité. Pour prévenir les secours ? Réponse A. Pour me protéger de la fumée ? Réponse B. Pour chercher un extincteur ? Réponse C. الآن السؤال بيقول في النفق في حالة الحريق طبعا مثل ما أنتم فهمتم من السؤال بإمكاني مثلا استخدم في كبينة على اليسار دائما عفوا على اليمين أو على اليسار النفق موجود فيها بإمكاننا طبعا الخيار اللي هو بيقول pour prévenir les secours يعني اتصل مع أو يعني أعطي المعلومات إلى الطوارئ الطوارئ فطبعا بيقول pour me protéger de la fumée فمشان احمي حالي من الدخان أو من النار فكمان لا هاي لا لانه هاي ما فيك تستخدم الكابين فقط تستخدمه مشان تتواصل مع الطوارئ وايضا سوف يتجربون في الطوارئ يعني بيمكانك تروح تدور على الطفاية يعني يلي بتطفا النر فهون بون ريبونس أ و سي إن شاء الله ستلفقر أو خالنا نروح على السؤال الثاني طبعا أن تونيل تونيل يعني أن نفق سؤال يقول أنه يستخدم الوطن 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 او ريبونس بي بيقول سور اوتوغوت طبعا الريجولاتور عنا الريجولاتور وعنا الليميتور الريجولاتور هو بيكون تحكم السرعة يعني لما بكون سرعتك مية وتضط على الريجولاتور فخلاص بيتثبت السرعة طبعا مثبت السرعة هو او تحكم السرعة لفهم على الوطن الوطن فقط داخل المدينة سي انتغديد اتوليزي او يعني سي با كونسيي بس ولكن ما فينا نستخدم داخل المدينة و أغلومراتي مفين السرد فابون ريпونس أوترود La fatigue entraîne une augmentation de ma vigilance réponse A une augmentation de mon temps de réaction réponse B السؤال يقول التعب يؤدي طبعا إلى ماذا الخيال هو يقول une augmentation de ma vigilance يعني بيزيد اليقظة عندي التعب هل يزيد اليقظة طبعا لا هذا جواب الأول لا الجواب الثاني une augmentation de mon temps de réaction بيزيد من وقت رد الفعل augmentation يعني زيادة تمام de mon temps يعني de وقت de رد الفعل يعني de réaction وقت رد الفعل يزيد وقت رد الفعل فابون ريпونس B التعب يؤدي إلى زيادة وقت رد الفعل بسيحث التعب بسيحظ بإصال أقل لعظ AKP وفاً بحث الإطلاق تقليل بإضاف رد الفعل يعتقد رد الفعل يطوح منظم إلى 2 إِن محاً تقليل إلى أ raisن الآن تقليل على وصلة التي من المشاركةل في هون صفحتنا على وصل الإنوائي أهل وشأن أسهم أن تغير المنزل وطفحة فهو داعي يقول لأجه كالتون إذا كان على وصل روز وبіб doute تحديث مثل فهو باللغة ونحوال خطططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططج يعني على يعني داخل في نصف المدينة داخل المدينة طبعا لا مشان السؤال بيقول انتبه لتقليل التلوث فطبعا هو ب سورا يعني في في بارك او بيمكن نقول باركينج خارج المدينة وفيك تصف سيارتك موجود معها يعني بيمكنك تصف سيارة وتروح تاخد المترو مشان تروح داخل المدينة أو تاخد الباس فا بونة ريبونس لتقليل التلوث هو نصف خارج المدينة ونأخد الف قطر بونة ريبونس بي Un turbo compresseur permet d'augmenter la puissance du moteur ainsi que son rendement réponse a de diminuer la puissance du moteur ainsi que son rendement réponse b السؤال بيقول تربو طبعا تربو هو بيكون جهاز موصل مع المحرك لزيادة السؤال بيقول طبعا permet يسمح بماذا الخير هو بيقول dougmenter la puissance زيادة puissance du moteur يعني زيادة قوة الموتور ainsi que son rendement يعني وايضا كفاءته كفاءة المحرك فا طبعا تربو بيكون جهاز موصل مع المحرك لزيادة السؤال بيقول طبعا تربو بيكون جهاز موصل مع المحرك لزيادة السؤال 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 بيكون جهاز موصل مع المحرك نحن نفتح لكم وليس نحن نفتح لكم لا يرى ، فهو لا يرى ، لا يرى ، فهو لا يرى ، انظروا ، كيف ستعرف الى الآخرين امامك يرى ، او لا يرى ، انت خلفهم ، ستعرف انه يظهر من عندهم ، او عندك عفوان ، فهو لا يرى ، فهو لا يرى إذا كان هذا الى القرار مستدع من قبل ، فهو لا يرى 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 ، فهو لا في ذلك ، فهو هذا العباد يرى ، كيسر أو خطر كيسر ، الى الاصرول ، ثم الى الحصوصى التي توجد . مقاصد الأسئلة الكلمات بتختلف بتغير بس القواعد والقوانين ما بتتغير يعني واحد زائد ثلاثة بيصير النتيجة طبعا أربعة واثنين زائد اثنين بتصير دائما النتيجة نفس الشيء أربعة تمام يعني بيكون دائما القواعد نفس الشيء بس الكلمات بتتغير فالسؤال بيقول استخدام الريقولاتور 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 قلت شرحت من قبل نو ما فينانستخدمو داخل مديني طيب هم بيكون سورة اطوروت نعم بيمكن نستخدم الريقولاتور تحكم السورة خارج المديني يعني اطوروت فا بان ريпونس بي اي سي الاسؤال بيقول هاي من بعض المصطلحات بعض الاحيان بيجي لكم في الاسئلة المهم انو نوويس السائق المبتدئ او يعني الشوفير الجديد تمام نوويس المبتدئ يعني موجود بمكان يقول في جبته الرخصة اول ما بيحصل على الرخصة كم نقطة سيب وا ونوف وا ودوز وا كم نقطة ستة ولا تسعة ولا اطمعاش معروف هذا الشي البونغي بونس ستة فقط لا غير انتبهوا لما بتحصل على رخصتك الفرنسية بيكون عندك فقط ست نقاط وهون في الشرح مكتوب انو بيكونوا ثلاث سنوات للبيرمي تراديسونيل يعني التقليدي العادي وا سوف فور لسنوات كم نقطة سيبوا سيبوا لسنوات الكمبتدئ الكمبتدئ يقول لسنوات بيمكان يحصل على كل سنة لات نقطة يعني بخلال سنتين ينتهي تنعشار نقطة فا بون ربونس أ جلوم لسنوات لسنوات نقطة 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 هذا الشيء هذا السؤال بيقول جلوم لسنوات برياء رابان دو مو بيكول أقوم بتشغيل الشعال يعني وتشغيل طبعا تشغيل الأضوية الضباب الامامية وي أو نو انتبه هون أول شي السؤال ما بيقول لا جو بو ولا جو دواء فقط مباشرة بيعطيك أنه أشغله ولا لا فبون ربونس طبعا لا السؤال بيقول أنه أضوية الضباب الامامية لا في هذه الحالة متبناتوا شايفين الجو معتدل والمطر خفيف بيأتي فالبون ربونس نو ما بتشغل أضوية الضباب الامامية الأبلغاتوار دائما نستخدم أضوية الكوزمو بيسمو فو دوكوزمو فالبون ربونس نو Un excès de vitesse devant un radar pédagogيك entraîne l'envoi d'un avis de contravention VRAY ربونس A FAU ربونس B هلو متول ما توسمعتو انو إذا بتتجاوز تتجاوز السرعة شايفين متل هذا اسمو ردار پداجوجيك انتخاني يعني هذا فقط بيأتيك انو سرعتك طبعا قبل ما توصل لهادي اللافتة أو هذا الرادار بمئتين متر يحدد سرعتك وتتحول إذا سرعت زيادة تتحول إلى لونه أحمر هل يعني بيكون CONTRAVATION CONTRAVATION يعني مخالفة لا فبون ربونس نو ما يعطيك مخالفة فقط بتعطيك انو خفف انو سرعة زيادة وإلى آخره غلونتي فبون ربونس نو أو فو يعني تمام ما بتعطيك مخالفة فقط بأكد نسرعةك تجاوز دكتير نحن نذهب نحن نذهب إلى السؤال يلي بعد Pour stationner dans une rue en montée je serre le frein à main uniquement réponse A je serre le frein à main et j'enclenche la première vitesse réponse B je serre le frein à main et j'enclenche la cinquième vitesse réponse C هلا السؤال يقول pour stationner ما بدي عيد السؤال باللغة الفرنسية بس بدي مشان أرجع تسمعوها بالفرنسية pour stationner dans une route en montée يعني مشان تصف أو تركن سيارتك في طريق عالي تمام يعني انت عم تطلع لفوق انتبه بيقول montée وليس décembre فأنت بتطلع تصف سيارتك الخيار يقول je serre le frein à main uniquement يعني mettre فقط le frein à main فقط لا طبعا je serre le frein à main et j'enclenche la première vitesse يعني j'enclenche la première vitesse يعني j'enclenche le frein à main طبعا je serre le frein à main et j'enclenche la cinquième vitesse يعني نفس الشي انو حط غيار الاول ou حط عفون حط le frein حط le frein لا فقط تحط بالفرامل اليد حط فرامل اليد وطو ديف غيار الاول مشان ما تنزل السيارة أو تساوي حادث آخر فبون réponse B les conditions sont réunies pour dépasser une seule de ces deux voitures oui réponse A non réponse B ces deux voitures en une seule fois oui réponse C non réponse D les conditions sont réunies pour dépasser une seule de ces voitures de ces deux voitures السوال يقول شرح afوان الحال هذا طريق يعني بسمح للتجاوز فقط واحد من هذه سيارات أول شي ما في تجاوز واحد من لنو شايف ما في مجال بس J'ai perdu un seul point sur mon permis Le délai pour récupérer automatiquement ce point est de 6 mois Réponse A 1 an Réponse B Alors le soeur lui dit J'ai perdu un seul poids sur mon permis de conduire Le délai pour récupérer automatiquement ce poids est 2 Le soeur lui dit Je vais te mettre une petite note en 1 de l'axe Demain ? Une petite note Combien tu veux dire ? C'est un moment pour qu'on arrive à cette note Automatiquement Si tu viendes une note Il sera juste 6 mois Le bon réponse est 6 mois نقطة واحدة هي 6 موار نقطة هي السنة وإلى السنة تين حسب والكتغوري دموند المهم فنحن على نقطة واحدة هي فقط 7 أشهر Le système de points s'applique à tous les permis de conduire Le nombre maximal de points est de 12 A sa date d'obtention, le permis probatoire a 6 points En cas de retrait de points à la suite d'une infraction, vous pouvez les récupérer, sauf en cas d'invalidation La reconstitution des points est automatique au bout d'un certain délai sans infraction ou via le suivi d'un stage de sensibilisation J'ai perdu un seul point sur mon permis Le délai pour récupérer automatiquement ce point est de 6 mois si aucune infraction n'est commise pendant cette période إن شاء الله استفدتوا إن شاء الله وسائل الفكرة يعني مشان أحصل على هذه النقطة الواحدة بدي 6 أشهر ولكن انتبه ضمن هذه الـ 6 أشهر ما بدك تاخد مخالفة أخرى إن شاء الله وسائل الفكرة هون وصلنا لنهاية الفيديو لا تنسونا أن نصح الحدوى عليكم ولا تنسى الاشتراك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا